موسيقى سبعة أعوام على فبراير هي مناسبة مفضلة دائماً لطرح التساؤلات المتعلقة باللحظة اليمنية الراهنة والتي لا يمكن فصلها عن أصلها الفبرايري عن فبرايري الثورة في ذكراها السابعة سيكون نقاشنا لهذا المساء من فضاء حر أهلاً بكم موسيقى في العام السابع يفضل البعض طرح تساؤل ماذا تبقى من ثورة فبراير على اعتبار أن معظم أهداف الثورة المعلنة تحولت إلى كابوس فالدولة التي كانت تسعى إليها الثورة ضاعت في زحمة الميليشيات التي أنتجتها الثورة المضادة والحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي مثلت يومها ذروة الحراك الشعبي الواسع تبدو الآن شعارات تنتمي إلى عالم آخر في ظل تبدل الأولويات وبروز أولوية استعادة الدولة والكثير من الشعارات المنتمية إلى حقل فبراير تبدو الآن غير قابلة للتداول وكل هذا يبرر ما يردده البعض عن أفول زمن فبراير كما يتمنى هذا البعض ويسعى يبدو هذا المنطق متسقاً مع موقف مناوئي ثورة فبراير وهو الموقف الممتد من لحظة انطلاق الثورة إلى لحظة تشكل محور الثورة المضادة الذي عمل بكل جد للوصول إلى هذه اللحظة أما من داخل محور الثورة فإن التساؤل الواجب طرحه كما نرى هو أين تقف ثورة فبراير في عامها السابع وفي سعينا للإجابة على هذا السؤال سنعود إلى البدايات التي شكلت هذه النتيجة بتداخلاتها المعقدة فالثورة التي مثلت يومها طوق نجاة لبلد فاشل وعلى وشكل انفجار في وجه الإقليم والعالم عاد الإقليم والعالم لتفجيره في مفارقة لا تزال تحير كل الإجابات حتى اللحظة وبعد ثلاثة أعوام من تدخل العالم للمرة الثالثة في ظرف سنوات قليلة وهو ما يجعل الحديث عن الثورة بالسلبي أو الإجاب بدون النظر إلى كل الخلفية المحيطة لا يخرج عن كونه موقفا شخصيا لا طائل من ورائه أين تقف فبراير في عامها السابع وما علاقتها بالأطراف الفاعلة في المشهد اليمني وإذا كانت فبراير بداية ما يجري الآن فما حدود مسؤوليتها عن هذه المرحلة وهل لا يزال بإمكان قوة أو قوة فبراير مواجهة مشاريع المرحلة داخليا وخارجيا هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة مع كل من أستاذ عبدالهادي العزعزي عضو اللجنة التنظيمية لثورة فبراير سابقا سيكون معنا من تعز وأيضا المحلل السياسي الأستاذ عبدالناصر المودع من عمان أرحب بكم أضيفي الكريمين وأبدأ معكم بسؤال هذه الحلقة أين تقف ثورة فبراير في ذكراها السابعة والبداية معك أستاذ عبدالناصر أسوان والأخ عبدالهادي يعني كما ذكرتي أنه في 2011 عندما نلاحظ في تلك الفترة كانت الثورة تبدو ضرورة كان النظام علي عبدالله صالح قد وصل إلى مأزقه وإلى نهايته الطبيعية لم يعد يمتلك أي قدرة على الاستمرار بتركيبته تلك كان النظام لديه خطة واحدة فقط كان علي عبدالله صالح لديه خطة وهو التأبيد في الحكم ومن ثم التوريث وهذا كان يتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة التي كانت تعتري الدولة اليمنية في حينها مشاكل اقتصادية وسياسية وغيرها كل هذه الأمور كانت تشير إلى أن التورة في وقتها كانت ضرورة وكانت تشبه بحالة الإسعاف التي أدخل فيها المريض وكان المريض عليها أن يدخل إلى غرفة الإسعاف ولكن بعد ذلك كما يحدث الآن عندما ننظر إلى مآلاتها وما أصبحنا وما وصلنا إليها اليوم نجد بأنها قد يكون تقييمنا لها أو تقييمها الآن بأنها كارثة طبعا هذه الكارثة يتحمل مسؤوليتها من أتى بعد 2012 بأنهم لم يكونوا جديرين بالمسؤولية لم يكن يمتلكوا المشروع السياسي كان لديهم الفكرة فقط بالتخلص من علي عبدالله صالح ولكن لم يكن لديهم فكرة أو خطة عمل لإحلال نظام جديد يختلف عن نظام علي عبدالله صالح كانوا يريدوا أن يستولوا على نظام علي عبدالله صالح بكل تشوهاته ويضيفوا لها تشوهاتهم وكانوا يريدوا أن تبقى نفس قواعد اللعبة السيئة لكي يستغلوا السلطة لهم والمحاسيبهم وهذه واحدة من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل الثورة نقول الآن أن هذه الثورة فشلت وتم إفشالها داخلياً أنا أقول أن السبب الرئيسي في إفشالها هو الداخل والخارج يظل دوره ثانوي في ثلثة فترة نعم أستاذ عبدالناصر إذن أنت ترى بأن الثورة في سنتها السابعة قد فشلت من وجهة نظرك وربما وصفتها بالكارثة بسبب ربما من مثلها خلال الفترة اللاحقة للثورة أستاذ عبدالهادي إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح وكيف تقيم فبراير في هذه الذكرى في السنة السابعة لها أولاً في بداية أشكر الأخ عبدالناصر المودع وأشكرك أختي على إحياء مثل هذه الأسئلة التي نحاول فيها اختزال الزمن وكأننا أمام لعبة مرتبطة بالوقت والتوقيت أعتقد يحضرني في المقام ما قيل عن الزعيم الصيني عندما سئل عن الثورة الصينية عن الثورة الفرنسية التي بلغت مائة عام قال لا يزال الوقت مبكراً لتقييم الثورة تقييم الثورة يفرق كثيراً عن تقييم الدولة وتقييم السلطة وجاهزية المجتمع اليمني هذه مسألة أخرى حصلت في الربيع العربي خمس ثورات أربع ثورات بشكل أساسي في كل من تونس وليبيا وسوريا واليمن وعندما نبدأ بتقييم هذه المسألة علينا أولاً أن نقيس ما الأرضية التي قامت عليها الثورات ما حقم الاستبداد الذي كان قائماً مجاهزية المجتمع ما مدى تفاعله في اليمن استطاعت الأوليغرشيات التي كانت تحيط بنظام صالح وما تلاها أن تخبط بشكل كبير أداة الثورة لكن الثورة كانت القائد الفعلي لكل ما تمخض عنها اليوم المجتمع اليمن يعيد كيف نفسه بطريقة أو بأخرى ليصدر نفسه بهذه الأشكال وهذه المسميات وهناك فرقاً كبير الثورة لا زالت كفعل وكأمل وكخلق أمل من رحم عدام الأمل لا زالت قائمة وربما يتأتي الأجيال أو القيل اللاحق لهذا القيل قد يقوم أكثر صلابة وتشدداً في مسألة الثورة أعتقد أنني لو بدأت أقيم إلى الآن العدالة والحرية والعدالة والمساواة في فرنسا فلم تتحقق طوال الفترة بما فيها حتى في عصر الدمورية الخامسة فبهذا الشكل مسألة تحقق أهداف الثورة المسألة ليست أمام معادلة صفرية نحن نتكلم عن حدث عن إعادة بنياء الجمهورية اليمنية كانت إمارة سلطانية ولم تكن دولة ما هو حادثه أزمة الدولة وليست أزمة الثورة نعم إذن أزمة الدولة وليست أزمة الثورة أستاذ عبد الناصر سرد ربما الأستاذ عبد الهادي الكثير من المعطيات التي تؤكد بأن ربما الظروف الموضوعية التي انطلقت منها الثورة والتي سبقتها والتي لحقتها كانت لازمة من قبل وحتى الآن فلذلك ربما يتحمل أطراف أخرى تعثر الثورة وليس فشلها وأن الثورة هي فعل مستمر بحسب عبد الهادي يعني لنسرد الوقاع كما حدثت دون أن نحملها أو أن نطلق عليها توصيفات لا نستطيع أن نمسك معانيها ما حدث أنه تم التوافق على تشكيل سلطة بالتقاسم بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك وتم الإتيان برئيس جمهورية توافقي وكما هي ما نعرف ما حدث لكن الذي حدث أن الرئيس التوافقي من الأسبوع من الأشهر الأولى بدأ يخرج عن دوره كرئيس توافقي وبدأ يتصرف وكأنه قائد الثورة ومن قام بالثورة لم يراجع هذا الرئيس لم يبدأوا بأن يحاسبوه على سلوكه الذي بدأ يتصرف بنفس السلوب علي عبد الله صالح من الشهر الأولى بدأنا نسمع ابن الرئيس وابن الرئيس بدأ يتدخل في السلطة وكأننا كنا نستنسخ أحمد علي عبد الله صالح بدأنا نرى التعيينات تتم إلى الأقارب والمحسوبين على الرئيس بدأنا نعرف بأن الأموال العامة التي تأتي من الخارج أو من الداخل يتم التصرف بها بنفس آلية علي عبد الله صالح وربما أسوأ بكثير لأنها كانت تتم دون حتى مؤسسات ومدهش أن من قاموا بالثورة الجميع لم يتحدث عن سلوك الرئيس الجديد وكأن المسألة معنا خصومة شخصية مع علي عبد الله صالح وليست مع سلوك وإجراءات ونظام الأمر الثاني أن عبد الرب منصور أخذ قادرة المعارضة وعينهم مستشارين وأصبحوا عملياً معه في النظام أرشاهم بهذه المناصب منحهم ومنح أقاربهم ومنح لهم مصالحهم الخاصة وبالتالي تم تكييف الدولة مع أشخاص جدد لمصالحهم الخاصة مؤتمر الحوار لم يكن مؤتمر حوار حقيقي كان هناك أجندة لتقسيم اليمن تفكيك الدولة اليمنية كان الحزب الاشتراكي جاهز بأجندته للانتقام من الجمهورية اليمنية من بعد 1994 الحزب الاشتراكي لم يعترف بالجمهورية اليمنية وأراد تقسيم الجمهورية اليمنية واستغل الفرصة في تلك الفترة كان الحزب الاشتراكي وبتحديد ياسين سعيد نعمان بينظروا لفكرة الفدرالة نعم سيد عبد الناصر تقسيم الدولة وبالتالي انحرفت الثورة عن هدفها هدفها هو إصلاح أكيد هو وجهة نظرية هي وجهة نظرك يعني ربما تتنظر الأمور من زي يحصل أنت تشخصنها الآن في أشخاص ومحدد ولهذا لم يكن الهدف إصلاح النظام السياسي أننا كانت مشكلتنا ليست في الدولة اليمنية مشكلتنا كانت هذا هو ما حاول الحزب الاشتراكي أن يسوقه بأن مشكلتنا الانفصاليين من 1994 وهم يسوقون نحن مشكلتنا في الجمهورية اليمنية وفي الوحدة مشكلتنا في النظام السياسي النظام السياسي المستبد الفاسد وهذه مشكلتنا هذا النظام مهما قسمنا الجمهورية اليمنية الآن اليمن مقسمة عمليا وفيها سلطات كثيرة وهذه السلطات سلطات فاسدة وسيئة واستبدالية وبالتالي ليست القضية قضية تقسيم الدولة القضية إصلاح النظام السياسي لم يكن هناك أي نية لإصلاح النظام السياسي بل كان هناك نية لتقسيم الجمهورية اليمنية وهذا ما أوصلنا إلى هذه الفكرة الجهنمية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة أي فكرة جهنمية؟ هل تشير إلى فبراير مثلا؟ فكرة تقسيم الجمهورية اليمنية طيب ولو أننا نتأك طبيعية لمشكلات كانت قائمة قبل فبراير بكثير وكانت ملازمة للنظام السابق طيب أنت أشرت إلى موضوعين رئيسيين تقريبا في حديثك حدثت إلى أداء الرئيس هادي وهو كان واحد من مخرجات ثورة فبراير وأيضا إلى أداء الأحزاب السياسية أستاذ عبدالهادي هناك فعلا من يرى بأن القوى السياسية والأحزاب السياسية وعلاقاتها مع بعضها في المرحلة اللاحقة لفبراير ومنذ الفعل الثوري في 2011 علاقات هذه الأحزاب مع بعضها وعلاقة هذه الأحزاب بالسلطة وهو الوضع القديد بالنسبة لها كأحزاب كانت المعارضة والأول مرة يعني تمارس العمل من داخل السلطة هذا الأداء والذي ربما قزء منه أشار إليه الأستاذ عبدالناصر كان سببا في اختلال مسار الثورة وفي وصول الوضع إلى موصلة إليه الآن ما رأيك أستاذ عزيزي أعتقد لو بدأنا بشكل منطقي في تقييم أداء السلطة السياسية بكونة من الرئاسة أولا ومن الأحزاب والقوى السياسية الأخ عبدالناصر قال أن هذا الرئيس كان توافقيا أنا إلى اليوم ربما من تلك الفترة التي أعلن فيها رئيسا توافقي يبدو أن هناك نوعا من الضبابية في فهم مصطلح التوافق هو توافقي في اختياره لا توافقيا في أدائه وعمله هذا الرجل أصبح رئيسا لدولاه ومتحمل كامل المسؤولية وهناك فرق بين الشراكة وما بين العمل بالآخرين والعمل مع الآخرين هذه إشكالية يعاني منها المجتمع اليمني بشكل عام هذا البلد الذي كان ببنيته الموجود كان يحمل هيمنة لقغرافية محددة على بقية المناطق غاق التنميته فرضت استقرارا شكلانيا بشكل عام كانت الدولة في بعض المناطق ليست سوى جزءا من إمارة سلطانية تشبه العصور الوسطى وليس الدولة لو أن القمورية اليمنية كانت قد حسمت مسألة المواطنة لما تحدثنا لا عن شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال لكننا أمام نموذك دولة بن خلدون التي تتميز فيها المواطنات ويكون القوة والسطول أهل السيف اليوم نحن أمام وضع بالنسبة للقوة السياسية التي عملت معها في ظل التوافق السياسي هذه القوة كانت منهكا خارجة أيضا من وعي لا ديمقراطي في الأصل ونحن في بلدين كنا ذات توجه ديمقراطي ولم نكن ديمقراطيين نحتاج إعادة تأهيل البلد لتقبل العملية الديمقراطية نحتاج إعادة تأهيل ذواتنا نحتاج عملا كبيرا لتغيير البنى الاقتصادية التي على ضوءها فعلا يكون هناك تغيير وهناك نوعا من الأداء تغييرا في المفاهيم والمنظومات تغييرا في العلاقات الاقتصادية نحن في الجمهورية اليمنية منذ العام 1962 وماتلتها اتحادا وانشطارا واتحادا أو على مدر التاريخ الطويل لم نشتغل على المنتج الاقتصادي ولم نعرف الإنسان بارتباطه في العمل نحن جميعا اشتغلنا على أولوغرشيات ومجموعة من العصبيات الجاهزة لحماية هذه الأولوغرشيات وحماية بنية النظام تسقط ألف لتأتي الباء وبالتالي علينا أن نصل إلى آلية محددة لشكل النظام أعتقد أن إعادت بنية منها نعم عدا الاتفاق سيد عبدالهالي عدا الاتفاق مكونات الثورة والتي كانت الحامل السياسي ربما الفبراير في المرحلة الانتقالية عدا اتفاقها على مفاهيم وأسس أساسية فيما يتعلق بشكل الدورة وبالنظام السياسي وكثير من هذه التفاصيل هذا هو كان السؤال ألم يكن هو سببا في هذا الخلل الموجود وتمكن مكونات الثورة المضادة من التسرب إلى النظام وإسقاطه إلى الدولة ومنظمة الدولة بشكل عام وإسقاطها بشكل تابعنا أعتقد أن غياب البنية الديمقراطية أنا أعتبره هو السبب الأساسي والجانب الآخر أنانية القوى السياسية ومن شأها الانقلاب جميعا نحن في بلد عطلت فيه الحياة السياسية عندما تعطل الحياة السياسية تأتي أدوة أخرى عندما يتعطل حوار الطاولات من شكل عام يأتي حوار البنادق والجماعة الجاهزة ونحن اليمنيين نتمتع مع الأسف الشديد بتاريخ سيء في مقال الحوار يبدو عبر تاريخنا أننا عندما لا نتحاور لا نتحاور نحن نعيد ترتيب التحالفات من أجل أن نتقاتل وهذه مرحلة من العدمية القائمة ربما اليوم ما كان حادثا في عدن في الأسابيع الماضية نوعا من هذا النموذج الذي قدم البندقية ووقف الحوار وأراد أن يفرض إرادة وهذا حق هذه الإشكالات أن القوى السياسية اليمنية جميعا أنانية في تقديم التنازلات لبعضها البعض هذه الناديمقراطية وهذا الوضع المرتبط لا تحمله ثورة فبراير هذا جزء من ما ثارت ثورة فبراير ضده الحديث عن الرئيس وعن السلطة هذه سلطة ودولة السلطة والدولة لها قوانين ولها أساس لكن علينا أن نوجد الأرضية لعودة الدولة لكن أن يتم هناك اتساق هناك أسس هناك مجال لمسألة المقارنة والناقد لكن هذه العملية مضروبة برمتها الدولة صودرت الدولة نهبت إعادة الدولة ليست في المسألة السهلة في ظلحالة التفشي ما نخافه أن تتحوى الجمهورية اليمنية وأرضيتها إلى صراعا بين القوى الإقليمية التي جلبتها قوى محلية شعرت بالعبز على القدر على المنافسة والقدر على الوجود على الأرض فالسلعة الحرب نعم إذا ربما ما قزأنا يعني المشكلة الرئيسية التي يعيشها يعني نعيشها اليوم ربما يمكن تصنيفها إلى يعني جزئين رئيسيين أو الأول الممثل به الإنقلاب على الدولة الذي قامت به ميليشيا الحوثي في الشمال وأيضا المشروع ربما في القنوب الإماراتي في القنوب أو مشروع تفكيك الدولة وهذين ربما الموضوعين لدي أشرت إليهما أستاذ عبد الناصر مشروع الحركة الحوثية ومشروع الانفصال موثل بالحراكة القنوبية هما فعلا كان قبل فبراير بسنوات وخاضى صراعا طويل مع النظام السابق لماذا تحمل ثورة فبراير تبعات هذين أو تطور فعل لدى هذين المكوينين بعد كل هذه الفترة يعني الأمر الأكيد أن من كان يمتلك أجندة واضحة هما الانفصاليين الانفصاليين بشكلهم المستتر وهو الحزب الاشتراكي أو بشكلهم الظاهر وهما الحراك الجنوبي الذي يطالب بالانفصال والحوثيين كان هذين الطرفان لديهم أجندة واضحة وكان يتناغمان ولازال يتناغمان حتى الآن يعني لازال الحوثي مستعد أن يتنازل بالجنوب مقابل أن يترك له الشمال والانفصاليين يفضلوا أن يظل الحوثي يحكم الشمال ولا يريدوا أي قوة وحدوية وهم يعتقدوا منذ البداية أن الحوثي سيكتفي بالشمال وبأنه سيرث نظام الإمامة في الشمال وبالتالي منذ البداية كان هذان الفريقان متناغمان وكانت جندتهم تتحرك وهي التي هندست للمرحلة قبل 2014 كان مسيطر عليها الحوثي والانفصاليين وكانت القوى الأخرى وتحديدا حزب الإصلاح وبعض القوى منشغلة بالسلطة وبالثروة وبالاحتلال الدولة أو الحلول محل النظام علي عبدالله صالح وكان علي عبدالله صالح بالطرف الثاني يحاول أن يخرب على الكل الثورة التي قامت ضده وبالتالي انشغلوا هؤلاء في الصراع فيما بينهم بينما الانفصاليين كانت أجندتهم واضحة وكانوا يكررون على الكلام الذي يقال أن المشكلة هي مشكلة الدولة وليست مشكلة نظام حكم نعرف أنه نظام الحكم هو الذي يوجد اتحاد سياسي حقيقي أو يوجد نزاعات وفوضى النظام الحكم هو الذي يوجد المواطنة المتساوية أو يوجد المواطنة المختلفة وبالتالي المشكلة هي كانت في نظام الحكم ولكنهم الانفصاليين قالوا لا المشكلة هي في الدولة وأن الدولة هذه مهيما عليها من جهة ما وأنهم يريدوا تفكيكها نعم لكن مشروع الانفصال أستاذ عبد الناصر مشروع الانفصال من جهة ومشروع الحركة الحوثية من جهة أخرى هي مخلفات المخلوع صالح ومخلفات نظامه أنا كنت سألتك لماذا تتحمل ثورة فبراير وهي الثورة التي جاءت ضدا لكل هذه الأفكار التي تتقاوز الدولة وتتقاوز المواطنة ودولة القانون والحكم الرشيد وأيضا الدولة الاتحادية لماذا تحمل كل هذه الأعباء وهي بريئة منها أتكلم عن فبراير كفكرة كقيمة ثورة فبراير هي ليست كيان هلامي في الهواء ثورة فبراير هذه قامت بها قوى سياسية واضحة المعالم هذه القوى السياسية بالفعل هي لم تكن مؤهلة لأن تدير نظام سياسي يختلف عن النظام السابق اعتقدنا قبل الثورة بأنها قوى ناضية وبأنها قد اكتسبت من الخبرة ومن الإدراك بما يكفي بأنها ستنشئ نظام جديد ولكن هذه الأحزاب اكتشفنا لاحقا بأنها لا زالت هي نفس الأحزاب التي تشبه أصولها يعني معنا حزب الإصلاح وحزب في جوهر هي حزب شمولي كحركة دينية لا يمكن أن نقول بأنها حركة ديمقراطية في المقابل الحزب الاشتراكي الذي كان الجناح على آخر من النظام السياسي حزب استاليني شمولي الناصريين حزب أقرب للحزاب الفاشية وبالتالي لم يكن لدينا قوى سياسية ديمقراطية يعني لم توجد هذه الحامل السياسي الديمقراطي الذي كان كان سيستغل الفرصة التاريخية والباب الذي انفتح لليمن بأن يدخل إصلاحات في النظام السياسي إصلاحات تركز على إعطاء البرلمان استقلاليته استقلالية القضاء الحد من السلطة التنفيذية الحد من العبث بالمال العام والوظيفة العامة لكنهم لم يكنوا يريدوا ذلك لأنهم كانوا يريدوا أن يظلوا يعبثوا بالمال العام وبالوظيفة العامة وبالتالي لم يكنوا منشغلين بهذه القوايا اليوهرية نعم شيد عبد الناصر ألا ترى بأنه من الإجحاف هذا الطرح خاصة إذا ما عدنا إلى الوراء قليلا ربما إلى ما قبل ثورة فبراير وهي ربما لم تأتي بشكل فقائي كانت تراكم لعمل سياسي طويل تقلى في أبهى صور وكان في عمل وأداء اللقاء المشترك الذي كانت أبرز مطالبه وما أشرت إليه الآن يعني إعادة النظام البرلماني والنظام الانتخابي وإعادة شكل الدولة وكل ما أشرت إليه وفعلا اللقاء المشترك قدم تقربة قدم أداء جيد في تلك الفترة ربما كانت ضغوط مكونات الثورة مضادة أقوى من قدرته على مواقهتها لم يقدم شيء هو الطرف الذي استلم السلطة وأنا أتكلم هنا الطرف الذي كان يمثله اللقاء المشترك لم يقدم شيء لم يقدم أي إصلاحات حقيقية في أداء السلطة لم يقدم أي نموذج يختلف عن نظام علي عبدالله صالح لا من حيث التعامل مع المال العام ولا مع الوظيفة العامة ولا مع المؤسسات الدولة وبالتالي هؤلاء لم يكن لديهم مشروع ثورة هم فقط كانوا يريدوا أن يتخلصوا من علي عبدالله صالح لأنه ليس لأنهم ضد نظامه ولكنهم لأنه ضده هو لأنهم لم يعودوا بعضا منهم لم يعودوا ضمن هذا النظام لأنه جزء من هؤلاء كانوا في نظام علي عبدالله صالح بشكل أو بآخر أو أنهم شعروا بأنه سيستبعدهم هذا ما اتضح لنا لاحقا كنا نعتقد بأن اللقاء المشترك أصبح من النضج بما يكفي بأن يدخل تعديل في النظام السياسي هذا هو المطلوب هذا وليس في الدولة الدولة لم يكن حد يتحدث عنها قبل 2011 عن أن الدولة فيها مشكلة كان يتم الحديث عن اللامركزية عن الحكم المحلي ولكن لم يكن يتم الحديث عن شكل الدولة إلا فيما بعد فيما بعد أصبح هذا الطرح قوي وهنا حرف المسألة عن إصلاح النظام السياسي إلى تفكيك الجمهوري اليمنية هذا ما قام به الانفصاليون بجميع مستوياتهم المتسترين في السلطة أو الانفصاليين الواضحين طيب إذن أستاذ عبدالهادي الحديث عن ثورة فبراير دون وجود حامل سياسي يمثل هذه الثورة وقيم الثورة بشكل حقيقي وتنفيذي على مستوى الفعل في السلطة التنفيذية حينما تسلم هذا الحامل السياسي للسلطة كيف يمكن أن نفهمها هل يمكن فعلا أن تحدث عن ثورة دون حامل سياسي أعتقد أن الحديث عن ثورة دون حامل سياسي أو حامل سياسي وحيد للثورة هذه قزء من إعادة إنتاج الوعي الثقافي ذاته ونفسه فمثلا عندما أتكلم أنا عن أنه يجب أن يكون هناك حامل سياسي للثورة الحامل السياسي للثورة أي أن أحتكر أنا أو مجموعة الأنا التي اشتركت في مسألة حدث شعبي كبير اسمه الثورة اشتركت في أن تفرض نفسها فتحت حول هي الثورة وهي الدولة وهي السلطة وهي الدكتاتور أيضا هذه حالة تمامي أنا أتكلمون أن الثورة كان لها هدفا واحد ما أعرفه عن الثورات السلمية حسب ما كان واضحا من المهات ماغندي أو أيضا من نانس منديلا في هذه المسألة الثورات ومهمتها كسر احتكار الديمقراطية كسر الاحتكار إنهاء الوضع الديكتاتوري وتهيئة البلد للانتقال السلمي مشكلة الدولة مشكلة السلطة هذه ليست مشكلتنا هذه مشكلة من كان يحكم من كان يحكم بنى جيشا من أطار جغرافية محددة بنسبة 85% خمسة عشر في المئة عندما أراد الآخرين أن يسلمهم الدولة لم يسلمهم سوى راية هي علم الجمهورية اليمنية وبالتالي ظلت الإمكانيات سلمها لجماعة دينية لا تختلف عن جيش الرب في غندا وبالتالي هذه الجماعة قادت كل هذا العمل أما حامل سياسي للثورة فأنا أرى أن على شباب الثورة تجديد البنى السياسية إن استطاعوا أن يقددوها في أحزابهم وهي مسألة ليست سهلة بحق موجود مجموعة من الألغرشيات أرى أن يكون شباب الثورة هؤلاء أولا مجموعة فكرية تستطيع أن توجد تيارات سياسية لكن شريطة أن تكون ديمقراطية أن يكون أفقها مفتوح أن تقبل بالآخر ليس شكلا أن تقبل بالآخر دينيا وأن تقول لديها الاستعداد الكامل أن تقاتل على الأرض من أجل احترام حق هؤلاء في الاختلاف والحرية هذا هو الشكل المطلوب الذي نحن إليه الحديث عن الدولة وسقوطها وعدواتها الدولة في سوريا سقطت نحن بلدان من بلدان الربيع العربي استطاعت إيران أن تتسلل إلى داخل هذا النظام وأيضا استطاعت القوى السياسية الأنانية والتي لا تريد أن تتنازل إطلاقا وأن تظل هي الفاعلة الوحيد استطاعت أن تهوي بهذا البلدان إلى أتون حرب أهلية قدرة مورست على هذه البلدان والآن نعاني جميعا من آثارها ومن أطرافها هناك حالة انهيار كامل في الدولة أستاذ عبدالهادي ألا ترى بعد سبع سنوات من الثورة وبعد كل هذه الإشكالية الواقعة على الأرض بأنه قدير ربما بقوة الثورة والقوة التي كانت محسوبة على الثورة أن تعيد النظر في تحالفاتها وتشكل قوة فاعلة في المشهد هل ترى الحل أنه ممكن أن يكون داخل هذه الأحزاب أم أنه بالمطلق لا بد أن نبحث عن أشكال جديدة وتكوينات قديدة حاملة لفبراير غير الأحزاب السياسية في شكلها الحالي أنا مع القديد عمليا قناعتي كشخص أنا مع القديد إن كان القديم غير قادرا على تقديد نفسي ما لا يتقدد أشبه بالماء الماء الواقف يصبح آسا حتى لا يصلح به الوضوء فبالتالي هذه القوى السياسية التي تموت وتتآكل يمكن أن يتم نفض الغبر عنها لكن من حق وواجبا على قوى الثورة أن تغيب تنظيم نفسها في أطر سياسية ديمقراطية شريطة أن تتحرر من أنانية الامتلاك وأن لا تكون تكرارا واستجابة للوضع القائم السابق بكل تفاصيله مع الأسف الشديد نحن بحاجة إلى قوى سياسية غير مثقلة غير مثقلة بالالتزامات بمشكلات الماضي بمقابره بنزاعاته وغير مرتهن أيضا في قرارنا السياسي بالحالة السلفية طيب أستاذ عبدالناصر إذا ما نظرنا إذا ما شرحنا الواقع الآن بكل تعقيداته ومشكلاته وكوارثه الموجودة الآن على الأرض سنقد بالمطلق بأن كل هذه المشكلات يتنتمي إلى الثورة المضادة وتيار الثورة المضادة بينما تأتي الحلول دائما من داخل فبراير وقيم فبراير ألا يدعونا ذلك بأن ننحاز فعلا إلى هذا المسار وإلى الثورة ونعيد الاعتبار لها بدل أن نوبخها وربما بهذا نخدم الثورة المضادة بشكل أو بآخر طبعا الحل المثالي لليمن هو قيام دولة ديمقراطية دولة لجميع المواطنين نظام سياسي عادل نظام ديمقراطي النظام الديمقراطي المعروف في العالم نعم هذه كلها قيم فبراير طبعا هذا ما ندى به شباب فبراير بالضبط يعني شعارات شعارات فبراير يعني هي الحل المثالي للدولة اليمنية ولكن في واقع الحال الآن عندما نتحدث نحن نتحدث الآن عن دولة أصبحت رهينة لقوى كثيرة داخلية وخارجية هي التي تتحكم في المشهد لم يعد هناك من من سلطة ومن سلطة مركزية وبالتالي نقول أن هناك حاجة الآن إلى الإطاحة بهذه السلطة المركزية وإتيام بالنظام آخر أو بقوة سياسية أخرى الآن في واقع الحال أن هناك جميع مناطق اليمن يسيطر عليها ميليشيات كثيرة أطراف كثيرة الحوثي طبعا هو الطرف الرئيسي الذي يسيطر على أهم المناطق ومعظم السكان في المقابل ليس هناك من مشروع دولة يواجه الحوثي عبد الرب منصور هادي لا يمثل مشروع الدولة عبد الرب منصور هادي مشروعه لاحظنا مشروعه هو أن ينتج نظام خاص به يريد أن ينشيح ألوية حماية رئاسية نسخة أخرى من حرس جمهوري يأتي بهم من أبناء منطقته أبيان وشبوة وهو أسوأ من نموذج علي عبد الله صالح في الانحياز الجهوي الذي تحدث عنها الأخ عبد الهادي وأنا لا استمعه بأنه سلم هذه العلم هذا الكلام هذه خرافة هو نوع من عدم تحمل المسؤولية هذه سلم دولة كاملة إلى حد كبير مؤسسات كان يحركها كما يريد كان يعزل من يريد ويعين من يريد وليس صحيح وهذه الحجة كان أستاذ عبد الناصر مقاطعة أعتذر عن المقاطعة لكن تعقيبا على هذه الجزئية بالعكس فيما يتعلق بسلطة هذه في تلك الفترة أثبتت الوقائع في حينها بأنه فعلا لم يكن لديه أي سلطة لا على المستوى العسكري وعلى المدني ولا حتى على المستوى المدني كان يعجز عن تغيير تغيير مسؤول على مستوى مدير عام وشاهدنا ذلك ربما أيامها على مستوى مدير الكهرباء أو حتى مدير إذاعة والتلفزيون كان يعجز وأيضا لو نتذكر أيضا الضابط الأحمر الذي ظلت أيام قرار هادي مرفوض تنفيذه هذا يؤكد بأن سلطة هادي ربما لم تكن بيدا لا لا ليس صحيح ليس صحيح هذا فقط تهرب من المسؤولية هادي عزل أقارب علي عبدالله صالح بكل سهولة هادي عزل الأنصار عزل المقدشي من الذي كان محسوب على علي محسن تآمر مع الحوثي وتم إدخاله إلى صنعاء حيد القوات المسلحة بأمر منه لأن لا تواجه الحوثي كان يرسل القوات أرسلها إلى أبيان وكانت تقاتل أرسل حرس جمهوري إلى أبيان وكان يقاتل القاعدة أرسلهم إلى شبوة أرسل إلى مارم هذا الكلام غير صحيح بأنه لم يكن لديه سلطة كان لديه سلطة إلى حد كبير سلطة كافية بأن يحافظ على الدولة ولكن لأن لديه مشروع خاص لديه رغبة وما مصلحة الرئيس هادي وهو الرئيس الانتقالي والموثل لثورة فبراير في ذلك الحين كان يريد أن يستقدم الحوثيين لأنه كانوا يركنوه بأنهم سيقوّون سلطته وبأنهم سيمنحونه فترة إضافية على الفترة التي كانت معمول بها في المبادرة الخليجية والسنة الإضافية التي مدد له من خلال مؤتمر الحوار كانت فترته قد شارفت على الانتهاء وهم كانوا يوعدوه بأنهم سيعطوهم فترة طويلة لهذه الأسباب تحالف معهم وتواطى معهم بشكل أو بآخر وبالتالي هما أسقطوه وأسقطوا نظامه وعملهم لم يعد لديه سلطة فعلية هو الآن يعتبر هذه أضعف سلطة في اليمن مليشيات صغيرة من السلافيين يمكن لديها القوة والسلطة أكثر لديه فقط ختم الشرعية بينما سلطته الفعلية انتهت عمليا ويرجع السبب في إنهاءها هو الذي أنهاءها بسبب سوء إدارته للدولة وتهاونه أمام المليشيات الحوثية المليشيات الحوثية تهاون معها إلى أن أسقطت الدولة اليمنية إذن الآن المشهد في اليمن أصبح أن هناك قوى مبعثرة تدخل كثيف للخارج لم يعد هناك سيادة نعم في هذه القزئية في هذه القزئية أستاذ عبد الناصر لم تعود هناك موارد نعم أستاذ عبد الناصر تدخل كثيف للإقليم إلى درجة ارتهان أحزاب سياسية لقرار هذه الدول وتدخل هذه الدول في قرارات وفي أداء السلطة الشرعية ابتداء من الرئيس هادي إلى مسؤولين صغار أستاذ عبد الهادي بل أن ظهور أصوات مناوئة لفبراير من داخل الشرعية التي مفترضناها من مخرقات فبراير كيف يمكن أن نفهمها أستاذ عبد الهادي وكيف يمكن أن نتحدث عن مخرقات فبراير في ظل سلطة تنفيذية أو حامل الآن تنفيذي لهذه المخرقات لا يعترف بفبراير ولا يؤمن بها بل ليل نهار يعني يكيل التهم وشتائم لفبراير كما نرى في مسؤولين في الدولة مقربين من هادي بطبيعة الحال نعم سعد الهادي أعتقد لو ناقشنا هذه القضية بجدية وبتركيز كبير ما طرحه هادي أو ما يطرحه هادي ينسقم من حمل الناحية النظرية مع ما كانت تطرحه أثور فبراير بكل أبعادها ما يطرحه الرئيس هادي اليوم هو تنفيذ مخرجات الحوار نحن في اللقنة التنظيمية دعينا إلى مؤتمر حوار وطني كانت هذه نتائجه هنا نقف نحن كما يقال أن من يدفن من يوسد الميت في القبر لا يضمن له القناة هذه مسألة طبيعية نحن كبلد لو قارننا وضعنا بتونس لو وقدنا هنا الميزان والبعد الكبير غادر بن علي تونس وترك الدولة وتلك كل مقدراتها أتى الجيش وحدد موقفا لم نسمع أن رجلا من رجالات الجيش في تونس قال أنا مع أحمد علي أو أنا أعمل معه شاقي أحمد علي أو أنا مع فلان أو فلتان أنا قندي في الجيش التونسي وبالتالي هنا المسألة الأساسية ما تلاها فيما يخص هادي أو يخص البقية أو المشروع الخاص أنا أتكلم عن دولة صودرة صودرة هذه الدولة بتواطعها الجميع رجلا سلمة كل إمكانية الدولة كانت تتساقط معسكراتها كأوراق الخليف هناك أطراف محلية أطراف إقليمية هذا شيئا آخر علاقة السلطة بقيادة هذه بالأطراف العربية أو بالتحالف العربي لم تكن محددة بأطر محددة وبانسجامات محددة أو لما حدث ما حدث في عدل على الإخوة في الرئاسة والحكومة اليمنية تدارق موقفهم وتحديد المسافة بينهم وبين التحالف العربي وهذه هي المسألة الأساسية يجب أن يراعوا أين تنتهي أو تتقاطع مصالح الطرفين ليجب أن لا يضحى بمصالح الشعب اليمني بحكم دعمه ومساعدته في مقابل أن تنبطح البلد بهذا الشكل هذا مطلب أساسي هنا يجب أن ترسم الحكومة اليمنية العلاقة بينها وبين كل حلفائها وبالتحديد بعض الحلفاء الذين يحاولون ابتزازها بطريقة أو بأخرى هذه المسألة ترتبط بالمثل الذي يقول أنت من تفرض على الآخرين عن الطريقة التي يتعاملون بها معك على الإخوة أولا أنا أرى أن عليهم العودة إلى العاصمة عدم بقائهم أتمنى أن أشاهد وزراء يزورون جباهات القتال وأتمنى أن أشاهد هيئة الأركان وغيرها تزور جباهات القتال والجباهات الصغيرة أتمنى أن تكون هناك غرفة عمليات للجمهورية لجيش الجمهورية اليمنية في كل الجباهات بدلا من هذه الحالة سأعود لك سأعود إذن كنا نتحدث عن ارتهان القرر السياسي وربما لا قيمة لوجود قيادات الدولة سواء في الداخل أو في الخارج طالما وقرارها ليس بيدها أستاذ عبد الناصر باختصار ما هي الصيغة التي تراها أنت كمراقب سياسي على المشهد وأنت ترى بأن مشاكل البلد بشكل عام متمثلة بمشاريع الثورة المضادة والحلول كلها متمثلة بمشروع الثورة ما هي الصيغة إذن السياسية لحل سياسي في البلد؟ طبعا عندما الآن نلاحظ أن الدولة أصبحت فاقدة السيادة أصبحت موزعة بين قوى كثيرة ليس بينها رابط إلا مصالحها الخاصة هذه الحالات تجعلنا نقول بأنه اليمن ربما هي تحتاج إلى حالة من الأتاة تركية كانت تركيا في حالة يرثى أو الدولة العثمانية لم تكن هناك تركيا كانت في حالة يرثى لها كان الخارج يتدخل وقد قسمها وكان هناك سلطة هشة قد أصبحت توافق للخارج بما يريد يعني هذه أتاة تركيا من قام معه قام وأعلن دولة جديدة ووحد وحافظ على أكبر قدر ممكن من مساحة الدولة وفرض سلطة جديدة نفس الشيء فرانكو في إسبانيا نفس الشيء تيتو ربما اليمن تحتاج إلى قوى مثل هذه ولسوء الحظ أنه ربما تكون هذه القوى هي قوى استبدادية ربما تتحدث عن نخبة وطنية أو مخلص ربما وطني نخبة وطنية أثبت أن النخبة الوطنية الحالية من الأحزاب هذه ليست صالحة لتحمي المشروع مثل هذا لسوء الحظ نعم سأختم ربما ننتظر معجزة الآن لنرى من يضع اليمن على السكة الصحيحة نحن الآن في السكة الخطأ نعم إذن الأستاذ عبد الناصر بانتظار المعجزة أستاذ عبد الهادي ما هو برأيك الحل الآن لكل هذه المشكلات في ظل هذا الانسداد السياسي والعسكري وأيضا الإقليمي فيما يتعلق بتضارب الأجندات بين الداخل والخارج وكيف يمكن لثورة فبراير وهي الآن ممثلة الأقوى لمشروع المقاومة على الأرض أن تكون أيضا مشروعا للحل في دقيقة سؤال الهادي أعتقد أن هذا المشروع يتطلب أولا عملا سريعا إعادة ذهنية الدولة الوقوف بقوة لاستعادة الأرض وتحريرها تحريرا كامل دعم الحكومة باعتبارها المظلة الأعلى والتي بها دعم الحكومة ورئيس الحكومة بشكل كبير من أجل الخروج من حالة التجاذب والانفلات بناء استراتيجية لإعادة النظر وفي علاقة الجمهورية اليمنية بالتحالف العربي وتفعيل اللقنة الثلاثية اليمنية الإماراتية السعودية التي رأسها نائب رئيس الجمهورية وهي التي يجب أن تدعم بشكل كبير يدعم الجيش بكل قوة على الصامتين الذين ظلوا داخل هذا البلد وكأنهم ليسوا مواطنين أن يحددوا موقفا علينا دعم الجبهات وتوسيع هذه المسألة لإسقاط الجماعة الإنقلابية بكل قوة إذ أن بوابة عودة الدولة تبدأ من إسقاط الإنقلاب هذا أولا والثاني علينا إعادة بناء إمكانياتنا ووقفنا بالموارد وتوريدها للبنك المركزي وبس سلطة الدولة حتى لا نكون جميعا كما نشاهد ثعبانا كبير ويرفع صوته ثعبان على أحدنا أن يبادر بقتل هذا الثعبان والخروج من حالة التباكي والبقائيات والشكوى وإلى جانب عمل أدعو شباب الثورة إلى الثبات على موقفهم وإلى العمل بكل قوة لإعادة الدولة حتى لو كانت الدولة ترخوى علينا العمل لإعادة تقوية هذه الدولة إذ لا أمل لنا سوى بالحفظ على المشروع الوطني الذي اسمه الدولة حتى لا تتحول الجمهورية اليمنية كوطن في الذاكرة أشبه بجمهورية الصومة الذي ظل كذلك 30 عام علينا أن لا نسمح بأن تتحول الجمهورية اليمنية إلى مقرد اسم في الذاكرة وهذا ما يتنازع الجميع يمكن أن نتحاور مع من يريد الانفصال أو يريد البقاء لكن هذه العملية عندما تعود الدولة التي سوف نتحاور فيها وبها أما اليوم فنحن بميعا على الضياء خارج الجمهور ويبدأ الخوار مع كل المكونات تشكرك جزيلا شكر أستاذ عبدالهادي العز عزي العضو اللقنة التنظيمية ثورة فبراير سابقا كنت معنا من تعز كما أشكر المحلل السياسي عبدالناصر المؤدع الذي كان معنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من عاما نشكركم عزيزي المشاهدين لطيب المتابعة في الختان تقبل وتحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة